ورحب بضيوف المشهد اليوم الكاتب والإعلامي دكتور محمد علوش الكاتب والصحفي والمتخصص بالشؤون الإسرائيلية سيد أكرم عطلة وكذلك الكاتب والصحفي الطيب الغلوفي إذن في العدوان على قطاع غزة يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر لليوم الواحد والثمانين بعد الثلاثمائة على التوالي آخر هذه المجازر كانت اليوم في مدرسة جباليا الإعدادية في معسكر جباليا شمال قطاع غزة نعم الله يلا يلا نعم الله انه ليسا مطلس وقالها والله اسف يلا يا اشتركوا في القناة وبذلك يرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى سبعة وخمسين وبذلك يصبح عدد الشهداء الإجمالي في قطاع غزة منذ بداية العدوان في اليوم الواحد والثمانين بعد الثلاثمائة اثنان واربعون وستمائة وثلاثة شهداء ويرتفع عدد المصابين لتسعة وتسعين ألف وسبعمائة وخمسة وتسعين يأتي هذا فيما يستمر حصار الاحتلال الإسرائيلي للشمال فيما تتراجع واشنطن عن شرط إدخال المساعدات لمواصلة دعمها العسكري للاحتلال جاء هذا في حديث للمبعوثة الأمريكية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ليز جراندي خلال اجتماع لها مع مسؤولي الإغاثة الدوليين حيث رفضت ربط المساعدات العسكرية الأمريكية المتدفقة لتل أبيب بمنع إدخال شاحنات الغذاء والدواء الذي تقوم به قوات الاحتلال إلى القطاع حسب ما نقلت بوليتيكو الجيش الإسرائيلي مقتل العقيد إحسان دقسة في مخيم جباليا كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل العقيد إحسان دقسة قائد تشكيل لواء عقفوت بارز في معركة بشمال قطاع غزة وهو من مدينة داليا الكرمل وبذلك ارتفع عدد قتل الجيش الإسرائيلي إلى 749 قتيلا منذ بداية الحرب ويعتبر دقسة ثاني أعلى شخصية قيادية عسكرية تقتل منذ بداية الحرب ويشار إلى أن دقسة استلم منصبه كقائد لواء في حزيران يونيو الأخير بعد أن كان قائدا لتشكيل هوجلان وشارك دقسة في حرب لبنان الثانية عام 2006 وقتل دقسة خلال القتال في مخيم جباليا وذلك بعد كمين تعرضت له الوحدة حيث سارت الدبابة التي استقلها على عبوة ناسفة وأصيب بنفس الحدث ضابط كبير من الكتيبة 52 في اللواء 401 إضافة لثلاثة جنود بجروح خطيرة ألم بكم ضيوفي الأعزاء يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي يسير بنمط إجرامي في شمال قطاع غزة كما في كل نواحي القطاع لكن هذا الإجرام في المشاهد المؤلمة التي تابعناها اليوم وخاصة مشاهد الأطفال لا يمكن أن يتخيل بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يتعمد قتل الأطفال وقتل النساء وخاصة في مدارس الأنر والتي يتجمع فيها معظم المدنيين من النساء والأطفال الاحتلال الإسرائيلي هل يبدو لكم إذا بدأت مع الأستاذ طيب الغلوفي هل يبدو بأن مشروع إخلاء شمال قطاع غزة تهجير سكان قطاع غزة أحد أهداف الاحتلال الإسرائيلي من كل هذه الحرب كما أصبح واضحا تهجير الفلسطينيين هذا يتم من خلال كل أدوات القتل والإجرام واحدة من هذه الأدوات ارتكاب أكبر عدد من المجازر وخاصة بحق الأطفال والنساء هو الحقيقة جمال العمليات البشعة التي تتم في شمال قطاع غزة في بيت لاهي وبيت حانون وجباليا استمرار لمسلسل من القتل منذ اليوم الأول وكان الأول دفع الناس للهجرة تم صمدوا وقاوموا والآن الذي يجري في هذه خطة الجنراليات في شمال قطاع غزة استمرار ولكن بأكثر بشاعة وأكثر إجرام وأكثر انتهاك للقانون الدولي الذي يجري في شمال قطاع غزة عملية قتل مباشرة للأطفال والنساء ودفع للترحيل يعني يعجز اللسان عن وسط هذا الإجرام الكبير الذي يجري في شمال قطاع غزة المنظمات الحقوقية تكلمت المنظمات ومحاكم دولية أقيمت ولكن الذي يجري في العالم الآن قانون الغاب العالم تحول إلى قانون الغاب وهذا ما يشجع نتنياهو على الاستمرار بالخطر يعني ما لم يحققه بالقتل يريد أن يحققه بمزيد من القتل وقتل أكثر رسال أكرام أنت يعني في من جباليا نعم بداية يعني لو تطمئن على أوضاع الأهل هناك الأسرة الصغيرة والكبيرة أمام هذه المشاهد المروعة التي تابعناها اليوم أنا إحنا فاقد الاتصال آخر مرة يوم الأربعة كان اتصال مع جباليا الأهل بعض من تبقى رحل من طالبوهم كان كانت الجيش الإسرائيلي يطلب منهم الرحيل إلى الشرق صلاح الدين ثم الذهاب جنوبا نحو المناطق الآمنة هم ذهبوا نحو الجنوب عند كمال عدوان إلى بداية مشروع بيتلاهي عند كمال عدوان وأنا لما سألت لماذا لم ترحلوا باتجاه النصر منطقة النصر قريبة ملاصقة لجباليا لكنها ضمن حدود غزة قال لي أحدهم قال لي لم يعد الأمر يستحق أن نسير مسافة ثلاثة كيلومترات الموت صار أسهل بهذا الشكل ليش منطقة النصر جباليا بدأت عملية إبادة حافظوا على أنفسكم في هذه الحرب النصر يبدو وفي عندنا إشي بديل في النصر ممكن يكونوا يتواجدوا فيه قال لي لم يعد الأمر يستحقني بشي ثلاثة كيلومترات الموت أسهل سبحان الله هذا آخر مكالمة كانت بيني وبين متوفر الماء والغذاء لهم لا ما شو متوفر قلت له طيب ليش رحلتوا عند كبالعدوان منطقة مشروع بيت لا هي منطقة خطرة جدا قال لي إحنا من بداية الحرب رحنا من نتنقل من خطر لخطر أقل في إطار الشمال نتحرك هون وهون وهون وين ما نجد خطر والاحتلال يطاردهم لكن أنا بس شوي منذ الأرقام أستاذ جمال اللي حكيتها 42600 عدد الشهداء الرقم اللي ما حدا من تبهله أنه كل مرضانة بالكلا استشهدوا صحيح كل مرضانة بالسرطان لم يرتبوا في عدد الشهداء كل الأمراض المزمنة 80% من مرضى الأمراض المزمنة والذين يقبلوا عددهم 200.080% منهم إحنا فقدناهم مرضى السرطان مثلا العدد التقرير الرسمي لوزارة الصحة يقول عدد الوفيات في هذه الحرب ارتفع ستة أبعاف نظيره بمعنى أنه الرقم اللي طلع 180 ألف بسبب الحرب ما بين شهيد بالمتفجرات وما بين منهم تحت الأنقاض وما بين تسبب العدوان الإسرائيلي بقتلهم بشكل غير مباشر الرقم اللي طلع ذات مرة عن 180 ألف هو رقم حقيقي وهذا شكل 9% من سكان يعني أكيد أكيد إذا كانت المشافي للإصابات بإستعاب الجرحة طبعا طبعا وأنا متخيل أنا أعرف المدارس اللي أنهم أصبحوا يفاضلون بين الحالة الحرجة والحالة الأكثر حراجة من هو سيموت ومن هناك في أمل أتخيل ومستشفى الأندونيسي المرة الثانية يتعرض لضربات مستشفى الأندونيسي حوصل ذات مرة ومستشفى كمال عدوان اللي هو بقايا مستشفى كمال عدوان أنا بعرف هو مصوصف يعني كويس نقوم صديق الدكتور حسان بصفية بجهة جبار لحقيقة يعني كل مدراء المستشفيات العاملين في طاقة مصحة في الشمال بدهم تحية واحترام عالي فيه استهداف للمستشفيات قبل لنعرف غزم حاصره من 17 سنة قبل هذه الحرب القطاع الصحي كان غير قادر على التعاطي مع الأمراض العادية والجروحات العادية والحوالات العادية وبعد حصار عام حرب زادت النسبة وحصار عام كامل ولا إشي لسه قبل الحرب كان بعض الدول تتمكن أن تدخل بعض الأشياء نعم المؤسف بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث بلسانين لسان يربما لإسرائيل ضوء الأخطر أن تفعل ما تشاء في شمال قطاع غزة تحديدا تطمأن تشهر يعني ونعم ولسان آخر تقول بأنها تطلب من إسرائيل كل مرة أن تدخل المساعدات تصريح المسؤولة الأمريكية عن المساعدات بأنها لن تريد أو لا تريد أن أمريكا أن تكون الشرطة السيئة ماذا نفهم منه وهي ترفض أن يكون هناك ربط بين المساعدات الإنسانية التي يرفض الاحتلال إدخالها إلى القطاع وإيقاف المساعدات العسكرية الأمريكية لدولة الاحتلال خلينا نقول أنه في أكثر من صورة فيما يتعلق بشمال قطاع غزة غربيا وأمميا بالنسبة لإسرائيل رغم تماهي كثير من هذه الدول أو الجهات النافذة في المجتمع الدولي لناحية ما يقولون تفهم ما تقوم به إسرائيل بما في ألمانيا على سبيل المثال الذي كان تصريح وزيرة الخارجية صارخ إلى حد يعني يتنافر حتى مع كل قيم حقوق الإنسان المعروفة دوليا فيما يتعلق باستهداف المدنيين ومشروعيات ذلك إلى ما هنالك وهو الحديث عن أنه لم يعد بالإمكان التحمل لم يعد بالإمكان التحمل ما يحدث في شمال قطاع غزة نتحدث الآن عن هذه المنطقة من القطاع المحاصر المدمر إلى ما هنالك هذه المنطقة تحديدا الأمم المتحدة اليوم على سبيل المثال تطالب إسرائيل بكثير من الخطوات على الأقل هي تقول على الأقل لمراقبة ومعاينة وتقديم ما يمكن تقديمه خلال هذا الوضع القائم حاليا أكثر من ذلك صحيفة هاريتس اليوم أننا كنا نتحدث مع الأستاذ أكرا تنقل عن منسؤول دبلوماسي غربي على يعني اتصال مباشر بإسرائيل طيلة الحرب السنة الكاملة يقول هذا الدبلوماسي الغربي ونعتقد ربما إما أمريكي أو إما بريطاني من الدول التي تعتبر قريبة جدا من التفاهم الإسرائيلي فيما تقوم به يقول ما يحدث في شمال قطاع غزة غير مفهوم بالنسبة لنا مما يعزز من كثير من التكهنات حول السيناريوهات الموضوع بمعنى إما خطة الجنرالات بعمليات الترحيل هذا واحد إما القضاء على ما تبقى من فلسطينيين رفضوا الخروج من هذه المنطقة وبالتالي عملية إغلاق وحصار تام تمهيدا للقضاء التام وعدم ترك أي شاهد ودليل على ذلك وإما ما ينشط عليه الآن مجموعة النواب الذين يتبعون سموتريتش وبنكفير وبالمناسبة في جدل سياسي الآن حتى في الكنيسة الإسرائيلي لأن هؤلاء رغم ذلك يطالبون الآن ببناء مستوطنات في هذه المنطقة اليوم سموتريتش يكرر بأن الاستيطان في قطاع غزة هو أحد الأهداف هو أحد أهداف الاستيطان في قطاع غزة وبناء على سؤالك أنا في تقديري أنه الوات المتحدة الأمريكية التي تقدم التي تقدم وقدمت اليوم يعني حسب ما صرحت هي به أنه 5.4 مليارات دولار مساعدة عسكرية لإسرائيل في حين تقول إسرائيل أنه بلغ المبلغ منذ بداية الحرب حتى اللحظة 17 مليار دولار أمريكي لا تقدر الولايات المتحدة الأمريكية على تقبل أو تحمل أو تحمل بالفعل مشروع من مثل هذا النوع في شمال قطاع غزة لأنه سيقضي أنا في تقديري سيقضي على آخر ما تبقى لصورة الولايات المتحدة الأمريكية لا أقول لدع أعدائها في المنطقة بل لحلفائها وبما فيهم الدول العربية لكن حتى الأمم المتحدة طيب هذه المسؤولة الأممية المبعوثة الأمريكية للمساعدات في رشؤون المساعدات في الشرق الأوسط تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تترك أمر المساعدات للأمم المتحدة وأن لا تمارس ضغط هل يبدو مقبولا من أمريكا التي تقدم المساعدات للاحتلال والتي بإمكانها أن ترغم الاحتلال على أدخال المساعدات لا سوري عفو وهل أصلا الأمريكا هي التي شوف جمال تساعد الأمم المتحدة أم تعرقل دورها أنت سألت الأخ محمد على لغتين للإدارة الأمريكية الإدارة الأمريكية الآن ليس لها لغة الإدارة الأمريكية عندها لغة واحدة مساندة إسرائيل بالكامل مطالب من داخل وليات المتحدة باعتبار أن إسرائيل الآن تمارس الإبادة فيه ولكن في كل مرة مسؤول الأمن القومي يقول لا لم يثبت عندنا أي شيء ثم ضو أخضر أمريكي منذ عام من أجل القتل والتهجير والإبادة حقيقية والولايات المتحدة أصبحت الآن شريك كامل في هذه الحرب مثل ما كانت شريك كما هي الآن شريك في حرب ضد إيران أكثر من ذلك جمال كنت عم تسألوا أن الولايات المتحدة الأمريكية أنها قطرف بدأت تدخل لتقدم مساعدات لا أكثر من ذلك هي تتحدث عن شركة أمنية تخيل تكرار سيناريو العراقي السيناريو الذي حصل بالعراق تماما إذا تذكر الشركات الأمنية التي أدخلت للولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق إلى العراق وفعلت الأفعيل في العراق وفي مخالفة للقانون الدولي هي نفس ما سيناريو هو نفسه المطروح الآن لقطاع غزة بل أكثر من ذلك أنا مرة استماعت حتى إلى مسؤول أمريكي كان يقاتل يعني أحد الجنرالات الأمريكيين الذين كانوا يقاتلون في العراق قال أن هذا السيناريو نحن طرحناه بالفعل على الإسرائيليين في منتصف الحرب أعتقد أن هذا هو فقط لمحاربة حماس وفصائل المقاومة هم يريدون أن يقولوا بأن المساعدات نحن نقوم بتوزيعها وليس فصائل المقاومة وليس أي إدارة مدنية لحماس وريدون لماذا أن يماهيهم؟ هناك شيء ليس مفهوم باكس قدر من الفوضى حتى عند الإسرائيلي نفسه ولي بيعتقد أنه يعني قدري يلاقي حلول في قطاع غزة لا وفي اللحظة اللي بقول خطة جنرالات ترحيل أهل الشمال وليوم الصور فيها قدر من الترحيل بنفس الوقت بقول أنه في توزيع المساعدات ومين اللي بدو يشرف وهذا في توزيع المساعدات الناس باقية وإذا في خطة جنرالات الناس راحلها مين اللي يوزع المساعدات؟ أنا 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 بقصد حجم الفوضى حتى في الرؤية الإسرائيلية اللي أنا بشوف أنه ما راح تضبط حتى لهذا ولا هذا شوف أكرم الولايات المتحدة الآن انتقلت من ذلك الكرسي كرسي ما يسمى برعاية المفاوضات انتهت لم تعد منك سياسة الآن الولايات المتحدة شريك وقالت هي نحن مع إسرائيل ونحن ندافع على إسرائيل في حربها وأكثر من ذلك تشكل هي الغطاء والداعم الغطاء في المحاولات من أجل تجريم إسرائيل في الانتهاكات الحقوقية وفي محكمة الجيانات الدولية تقول لا لا يوجد لم يثبت عندنا فهي شريك عسكري وشريك أيضا في ما يسمى في اليوم التالي في غزة شوف طيب أنا أتفك معك أنا لا أحد يختلف طبعا ولذلك يجب إنهاء هذا الوهم على أن الولايات المتحدة طرف محايد لم يعود أحد ليه جزء من ترتيبات بن يمين نتنياوه بمساعدات تحديدة نعتقد أنه جزء من ترتيبات بن يمين نتنياوه فشلت خطط الجنرالات لأن الجيش وهذه معلومات في الصحافة العبرية الجيش الإسرائيلي هو الذي رفض أصلا توزيع المساعدات يعني بن يمين نتنياوه يريد الحكم العسكري المباشر لكن الجيش لا يريد أن يتورط في عمل مدني لا يستطيع أن يكملها حضرتك لا تكمل لي بس أنا في نقطة بس بدي أولى أنه لحد الآن كمراقب كل الخطط التي وضعت إسرائيليا وبدعم أمريكي وأحيانا بتحريض أمريكي على إدارة القطاع مدنيا حتى خلال الحرب سواء لجهة توزيع المساعدات لجهة النأي أو الحد ما يقال من قتل هذا الرقم المرتفع جدا من قتل المدنيين كل الخطط التي وضعت هي كانت فاشلة على الإطلاق وثبت مرة بعد أخرى وبما فيه اليوم آخر تصريح حتى بما نقلته يمكن أعتقد القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي مفاوض أن حماس حتى بعد قتل السنوار لا تزال قائمة وهي مرتاحة على وضعها وهي مستقربة أكثر من ذلك أنا لفت نظري بموضوع شمال قطاع غزة الآن توضح لي إذا كانت هذه المعلومة الإسرائيلي يقول أحد المقاتلين يقول نحن مندهشون أن أحد الأنفاق التي دمرناها تم ترميمها خلال الحرب وتستعمل الآن وهو يطرح من باب التساول أنه كيف حدثها والعمليات تزالت مستمر كل مسائل التي استطلت للباب كل الوسائل التي استعملت سابقا لتحقيق هذه الأهداف على ما أعتقد أنها فشلت وهذا يحقس حجم استداره ثم حقيقة ثم حقيقة الآن ظلمنا لأكرم حقيقة لا يجب إنكارها أن الإدارة الأمريكية الحالية إدارة صهيونية بلينكين يكذب في المفاوضات وقالوا له أنت كذبت من أجل تعطيه وكفتك النار يعني متى كانت الإدارات الأمريكية غير صهيونية بعد سنة من الحرب لو نتحدث بذلك نمتأخرين كثير أكثر من ذلك أخر تصريح لوزير الدفاع يقول لن نسمع لحماس بالانتصار معنى ذلك الجيش الأمريكي يريد الجيش الإسرائيلي أن ينتصر ويمنع المقاومة من تسجيل أي انتصار معنى ذلك الولايات المتحدة كما تتصرف الآن هي الشريك كامل في هذه الحرب على كل الأطراف على كل الذي يسعى من أجل إسقاط مشروع نتنياهو أن يضع في باله أن الولايات المتحدة شريك كامل في هذه الحرب هذه نتيجة جميلة أنا الصورة اللافتة دكتورة محمد المدحكي اليوم هناك مسألة لافتة تكمل بعض صورتين والتي كيف يمكن أن يتم إجهاضهم الصورة الأولى صورة ضرب مناطق الأطفال والنساء في المدارس مراكز الإيواء وإخراج الناس من مراكز الإيواء ودفعهم باتجاه الجنوب يقابلها على الجانب الثاني مؤتمر عقد اليوم في مستوطن ترعيم مؤتمر الاستيطان في قطاع غزة اللي أشيرنا لألوه نعم 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 أنت بتعمل مستوط بمؤتمر لاستيطان في غزة وترحل الناس في غزة هذا المشهد بعكس بالعقل الإسرائيلي إذن هو ذاهب باتجاه تطبيق خطة الجنرالات وإن حاول أن ينفي من أسبوع يخفف العبق على الأقل ويريح الهوات المتحدة الملكية دوليا أنه والله يعني لكن على الأرض المقاومة ما زالت تكبد الاحتلال الإسرائيلي الخسائر اليوم استمرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس بالتصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة وأعلنت عن استهداف ناقلة جند وقنص جندي إسرائيلي شمال مدينة غزة الله مصدر الله مصدر الله مصدر مصدر ملعبوك علشي 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 اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف أمس بمقتل قائد أحد الألوية المقاتلة في غزة وهو من مدينة دالية الكرمل قتل في معرك جباليا برفقة قادة آخرين واشنطن لن توقف دعم إسرائيل عسكريا حتى لو رفضت إدخال المساعدات لغزة رفضت المبعوثة الأمريكية الخاصة للقضايا اشتركوا في القناة إلى شيخنا المجاهد القائد يحيى صنوار أبا إبراهيم الذي ارتقى مقبل غير مبتر بسم الله الله أكبر ويعتبر قائد اللواء أربعمائة وواحد إحسان دقسة ثاني أعلى شخصية قيادية إسرائيلية تقتل منذ بداية العدوان على قطاع غزة شنطن لن توقف دعم إسرائيل عسكريا حتى لو رفضت إدخال المساعدات لغزة رفضت المبعوثة الأمريكية الخاصة للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ليس جراندي خلال اجتماع مع رؤساء أكثر من 12 منظمة إغاثة ربط المساعدات العسكرية الأمريكية المتدفقة لإسرائيل بمنع تلابيب إدخال شاحنات الغذاء والدواء لقطاع غزة وقالت جراندي وهي المسؤولة الأمريكية الأعلى التي تعمل على الوضع الإنساني في غزة إن الولايات المتحدة لن تفكر في حجب الأسلحة لكنها استدركت أن البديل لدى واشنطن هو التفكير في تكتيكات أخرى لإقناع إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات مثل ممارسة الضغط من خلال الأمم المتحدة وقال مسؤول مساعدات إنسانية حضر الاجتماع إن جراندي أشارت إلى أن بلادها لن تلعب مع إسرائيل دور الشرطي السيء بالنسبة لأولا مقتل ضباط إحسان دقسة يعتبر ثاني أعلى شخصية قيادية يقتل في معارك قطاع غزة هل يبدو بأن الاحتلال الإسرائيلي بدأ يتألم وخاصة بالنسبة لمقتل الضباط ومقتل الجنود واستمرار عمليات المقاومة بعد أكثر من عام ألا يثبت أن المقاومة ما زالت قوية وأن مقتل استشهاد السنوار لم يؤثر على سير العمليات اليومية هل الإسرائيلي اليوم يعترف بأن المقاومة في قطاع غزة وحتى بالنسبة للعمليات الميدانية تقاد بقادة من القطاع ومن خارج القطاع شوف هو القائد اللواء الذي قتل بالأمس هو بتقرأ شو بنشره الإسرائيليين هو مسؤول عن 120 دبابة و7000 عسكري أقدم فرق يمكن في إسرائيل تأسس بال37 صحيح بالأمس كانت هذه الدبابة وكأنك تقدر تقول هاي غرفة عمليات اللواء كامل غرفة العمليات لأنه معا مسؤولة سرية ومسؤولة كتيبة يعني ثلاث رتب اللي بتدير المعركة كلها بتدير 7000 عسكري كلهم كانوا موجودين من نفسها قتل هو العقيد الدرزي وأصيب الأثنان الآخران أصيبها معه بمعنى أنهم ما طلعوش مبارح كان في حجم إصابات كثير 24 إصابة وفي اللحظة اللي أصيب فيها هذا العقيد إحسان دقسة إحسان دقسة قائد اللواء كان 24 إصابة لإسرائيل من لبنان ومن قطاع غزة وهو رقم عالي جداً بالنسبة لإسرائيل ردنا سوء بالنسبة للبنان وغزة أكثر 123 قراءة الرأم فقط في 24 فقط في نهار من يوم السبت حتى اليوم 123 جريح إسرائيلي هذا الجيش الإسرائيلي على ما أعتقد من السبت حتى اليوم لكن بالنسبة للجرحة عندما نتحدث عن آلاف من الجرحة اللي سجلوا في إسرائيل هذا هو اللعب استراتيجي بالنسبة لدولة شكواها بدت الآن من حجم الدفعات المالية اللي بتدفعها وفي تساؤل حتى مبارح بلوتسكر كان بتطرح سؤال أنه نتنياهو إما وقف الحرب أو انهيار إسرائيل انهيار الاقتصاد الإسرائيلي لأنه إسرائيل لم تعد قادرة على دفع المبالغ التي تدفعها صعدت في لبنان بهذا الشكل أكبر يوميا تتكلف 143 مليون دولار فقط 25 مليار شكل في الخمسين يوم الأخيرة يعني حوالي 6 مليار ونصف بالخمسين يوم الأخيرة هذا رقم موازنة إسرائيل لعام 2024 138 مليار لكن لا أعتقد بأن بن يمين نتنياهو سيوقف الحرب قبل انتهاء الانتخابات الأمريكية على الأقل في الخامس من نوفمبر المقبل الرأي الإسرائيلي أنه حرب مستمرة رأي الإسرائيلي أكثر من ذلك حتى لو عجل انتخابات الإسرائيلية القادمة رئيس الشباك اليوم عن هيئة البث الإسرائيلية الطيب يقول بأن هناك مقترح جديد لوقف إطلاق النار يتضمن وقف مؤقت للقتال في قطاع غزة مقابل إطلاق بعض الأسراء الإسرائيليين في القطاع وإدخال مساعدات هل تعتقد بأن المقاومة يمكن أن تتعاطى مثل هكذا طرح؟ هم يرون بعد استشهاد السنوار قالوا الآن وقف إطلاق النار ووصيل الاتفاق أصبح مفتوحا ولكن المقاومة كما رأينا الآن راهنوا على الانهيار ولكن المقاومة كما كنا نرى الآن المقاومة ما زالت تكبد الاحتلال القتلى في الشمال في منطقة محاصرة في شمال قطاع غزة ومنطقة أصبحت الآن شبه معناها تهيأ لدخول مستوطنين أو حاجز تصبح بينها وبين الكتلة السكنية الكبيرة في غزة ورغم ذلك ما زال النداءات في داخل إسرائيل يقولون الجيش مرهق نريد وقف إطلاق النار ويقولون أنه لم نعد نجد أو لم نعد نستطيع أن نحقق أكثر ما حققنا وعندنا مشكلة أخرى في الشرق مع إيران وفي شمال مع لبنان ولكن في جميع الحالات شوف ثم عامل ما زال غائبا وهو قادر أن يرجح في موضوع وقف إطلاق النار هو الدور العربي الدور العربي غائب تماما يا أخي الذي يرونه الآن انتهاكات وقتل وتهجير تماما مثل الذي جرى في 48 في 48 دول كانت مستعمرة ضمن اتفاقيات استعمارية مع بريطانيا ومع فرنسا ورغم ذلك الجيوش العربية والمواطنون العرب شاركوا في هذه الآن بعد 70 سنة من استقلال الدول العربية الذي يجري تدمير وإبادة والعرب يتفرجون شيء لا يصدق أنا لو سمحتم أقرأ عليكم نص كتبته مؤرخة أو أديبة فلسطينية من غزة أمل أبو عاصي قالت تخاطب العرب ولكن إياكم بعد أن نقتل ونرحل إياكم أن تنظروا إلى مراياكم لأنكم لو فعلتم فسترون دماء على وجوهكم وأشلاءنا بأيديكم وصراخنا في ملامحكم وأصواتنا دخانا ينقش خريطة فلسطين على صدوركم يعني هذا العملية الذي العرب يتفرجون على إخوة لهم بينهم بعض الأميال القليلة وهم يقتلون ويبادون ولكن هذا لن يطول الطيب الشعب العربي الذي دمه يغلي على ما يجري في قطاع غزة ويعيش حالة الخوف والقمع في كثير من الدول العربية حتى في بعض الدول التي تعلن بأنها تؤيد غزة وتتضامن معها تمنع المظاهرات التي تنصر قطاع غزة في حالة فصام أنا أسميها حالة فصام غير مفهومة لكن لا يمكن لهذا الوضع أن يبقى هكذا أن يستمع هذه الدماء الزكية في قطاع غزة هذا الشلال المستمر لا يمكن أن يكون اليوم التالي أن الأحوال في الدول العربية تعود كما كانت بالتأكيد هناك كشف حساب لهذه الأنظمة التي تخذلت بل وتواطأت لكن إذا عدنا أكرم بالنسبة لهذا المقترح رئيس الشباك الذي اقترحه اليوم يمكن أن المقاومة في قطاع غزة أن تتقبل مثل هذا مقترح إذا كان شبيها بمقترح الهدنة في بداية العدوان يعني وقف إطلاق نار محدود مقابل إطلاق محدود أيضا لعدد من الأسرى الإسرائيلي هو غريب أنه رئيس الشباك يقدم هذا المقترح مما قرأت إسرائيليا المزاج العام الإسرائيلي بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس كان يتحدث بلغة المنتشي فقالوا أنه خلص قصة تدرج وصفقة جزئية وصفقة كاملة لا انتهى الآن نذهب باتجاه صفقة كلية هذا شعور بالانتصار فلنذهب باتجاه صفقة كلية الآن العودة للحديث أنا بظن أنه في جس نبض إسرائيل نتنياهو خلال من شهر ثلاثة حتى الآن من مارس حتى الآن وهي ترفض كل المحاولات عقد صفقة بما فيها الصفقة التي وضعت فيها اللي وضعتها نفسها أنه بايدن قال هذا مقترح إسرائيلي إسرائيل وصلت مرحلة أن ترفض مقترح تخيل؟ طبعا رفضت المقترح لكن أكبر من تبعه لنسبة لهذا المقترح لأن هذا المقترح فقط استراحة محارب الإسرائيلي لأنه يتضمن أن يبقى الجيش الإسرائيلي في أماكنه ولا يتضمن أي انسحاب بالمناسبة ما في أي انسحاب فقط استراحة للاحتلال الإسرائيلي عن القتل هذا المقترح في كل مقترح كانت إسرائيل بتقوم بمسألة مهمة أنه بتجيس استعداد حركة حماس للتنازل في كل مرة طيب كيف وتشعر أن حركة حماس تصلبت بعدين تنازلت ترجع بمقترح جديد تنازل تنازل كيف قرأت خطاب الحية قبل يوم عقب اغتيال السنوار عقب مقتل السنوار هو في إطار هذه وديعة أصبحت إسرائيليا كيف قرأ إسرائيليا دعنا أكرم نتابع في إعلام العبري القناة الثانية عشر العبرية كيف يتم تداول مقتل أو استشهاد السنوار وكيف يرى الإسرائيليون المعركة في قطاع غزة وإدارة المقاومة الفلسطينية لهذه المعركة من الداخل والخارج אז עד כמה היעלמותו של סינوار מן הזירה משנה את המאזן האסטרטגי כרגע לא הרבה תראה מה שצריך לעשות חמאס זה קודם כל לארגן את השורות שלו מחדש ולעשות מינוי כפול גם לראש של השקה המדינית בחול וגם לראש של השקה המדינית ברצועת עזה מבחינת כל מה קשור לעסקת החטופים הלא צפוית הרגע שחמאס יזוז ובמילימטר אחד מהדרישות הבסיסיות שלו וגם שמענו כבר את סגנו של סינואר חליל לחיה מדבר ברוח דומה צריך לזכור שהחמאס רואה את סינואר כחייל במערכה מאוד ארוכה בין ישראל בין הפלסטינאים הוא עוד מפקד החל מני רבים שהתנועה הלאומית הפלסטינאית הוא בדגש על תנועות ההתנגדות בתוכה מקריבות כחלק מהמאבק הזה חיסלו כבר הרבה מאוד מהנדסים חיסלו הרבה מאוד מנהיגים חיסלו הרבה מאוד מפגעים סימבה הוא אחד נוסף כן הוא עוד אחד מכל רשימת המחוסלים הארוכה לאורך השנים תשמע הסכסוך הזה המשך עזה לא הולך לשום מקום זה לא פותר את הסכסוך הישראלי-פלסטינאי או כל בעת ליבה אחרת בתוכו וגם דמותו של סימבה אם הזמן תשקע ויבואו אחרים במקומו דובר המועצה לביטחון לאומי של הנשיא ביידן ג'ון קירבי יעריך הלילה באוזני עיתונאים ב-Air Force One בחזרה מברלין ל-וושינגטון שהסיכויים להסכם עולים משום שסינואר היה זה ששם ברקס לכל יוזמה שעלתה הוא טועה? אז אני צריך להגיד ככה הניסיון של אמריקאים עם הערבים באופן כלי ולהבין את המנטליות הערבית הם לא מהמשובחים לאורך השנים פה אני חושב שבמקרה הזה הוא בהחלט טועה אתה מדבר ב-understatement לגמרי כן מה אנחנו למדים על המצב של חמאס מהמידע שצהל שחרר בתפיסתו של סינואר תראה חמאס עדיין חי בועט ונושם גם ברצועת העזב ובוודאי בוודאי גם בחוץ לארץ כל כל גבי חוץ לארץ אף אחד מהמנגנונים האדמיניסטרטיביים והלוגיסטיים של התנועה הזאת שיושבים אין בקטר ואין בטורקיה לא נפגעו לאורך כל השנה הזו של המלחמה הם יושבים הם מתפקדים וביכולתם לבנות את הכוח של חמאס מחדש גם בעתיד שלא לדבר על כמות הכסף שיש אצלהם בחוץ בכל מה שקשור לתוך רצועת עזה עצמה עדן יש לחמאס אלפי פעילים מתפקדים ברצוע يعني דקטור محمד אביעד هذا المؤרק الإسرائيلي والذي يوصف بأنه باحث في חמאס يجيب على سؤال הוא קונה الأهمية أنه باحث في חמאס نعم يقول بأن لا شيء يتغير خاصة بانسبب لهذا الصراع حمس تدار وهناك آلاف المقاتلين ويقاتلون بفعالية والسنوار الشهيد السنوار مثل غيره من القادة الذين يعتبرهم الاحتلال الإسرائيلي يعني كما قال هؤلاء قادة في المقاومة وهم جزء من سلسلة طويلة من الذين اقتلهم الاحتلال الإسرائيلي على الأقل الميدان يعني منذ مقتل السنوار وحتى اليوم أنه ثاني أو أعلى رتبة عسكرية سقطت في إسرائيل وهذه الرتبة هي المسؤولة عن موضوع عمليات تطبيق خطة الجنرالات في الشمال إضافة لي كمين اليوم كمين محكم بثلاث ناقلات إسرائيلية يدل بشكل واضح جدا على أنه العمليات لم تتأثر أما في المعد السياسي الخطاب السياسي هو واحد يعني أنا استماعت لخليل الحياة كنت حريص جدا على فهم إذا ما كان هناك نوع من الليونة في الموقف أو الدبلوماسية تبين لا الأمر ليس بهذه السهولة أيضا خالد مشعل ما أدري إذا كان تصريح أو لكن نقل عنه أيضا موقف يدل على نوع من الصلابة أيضا مع تذكير أنه مشعل ربما يعتبر أنه ربما تكون قد تكون هي الشخصية الأكثر رجحانا أن تتولى المنصر شوف دكتور دكتور محمد حتى هو هذا موضوع وقف الحرب لو سألت الأكثر مرونة في حركة حماس كنت شو المطلوب سأقول لك صفقة توقف الحرب تماما هاي هاي إجدعي لنبحث الحديث عن الحضورات الدنيا التي تقبل بها المقاومة في هذه الصفقة هل ستتغير بعد استشار استنوار أم لا هم يعترفون بأنها لن تتغير ما يجيب على جمال هو المفاوض اليوم أنا نقلت لك يمكن بتأذي القناة 12 الإسرائيلية تنقل عن مفاوض إسرائيلي يقول حماس لن تقبل بشروط الموضوعة وعلى إسرائيل أن تكون أكثر ليونة إذا أرادت أو إذا ما أرادت أن تصل إلى أعتقد هذا الذي دفع رئيس الشباك لاقتراح وحفت لها لأنه تقدير موضوعي لوضع يعني هم يريدون أن يريحوا قوات العسكرية الإسرائيلية لمدة محمودة طلعت على الصحف الإسرائيلية خلال مبارح والأمس السبت تصدر بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي السنوار في كان شعور أنه هل نحن أمام سيناريو مرونة من حماس هل نحن أمام سيناريو قلعد شلي قلعد رون أراد هل حدث فوضى داخل حركة حماس طيب هل اغتيال السنوار خرب على موضوع وحدة الوحدة المركزية تتخذ القرار وبالتالي الأسرة تناثروا الآن طب بدنا نحكي لقيت مع الجهاد ولا مع عائلات ولا مع أنا بجمل كل ما قرأته بالصحافة الإسرائيلية على شكل تساؤلاتهم هل راح نروح لعائلات وفي إيش عند الجهاد تفاوض وكل واحد اليوم آخر شي بيخترح صحف إسرائيلي إنه بنعلن مكافأة مالية لأي واحد بيعطي مع الأم يسلم أسير وبنعطي له خيار يختار اتنين أسرة يعني أي مواطن عنده أسير ويقولوله اختار اتنين بدك أحمد سعدات بدك محمد عبدالغا أي اسم وممكن يطلعو له يعطو له مكافأة مالية وأمنوله حياة خارج البلاد أبا يعني اقتراح الجدي ولا ما عبارة عن فانتازيا لا لا صحفي بيخترح على إسرائع الحكومة الإسرائيلية الحقيقة اللي باتت تدركها إسرائيل ولبعض الصحفيين أنا شفتهم أكثر رصاني من غيرهم بتقدير الأشياء أنه هذه حركة أولا ملف الأسرة كان يديره السنوار من خلال مساعده له محمد السنوار اللي هو لا يزال هو قائد عسكري ومن شهرين سلم الملف كليا سلم ملف الأسرة ومحمد السنوار لديه خبرة في موضوع والتقدير الإسرائي هو صاحب مفاوضات شالية من أخي نعم أيام شالية محمد أوقف الصفقة إلا أن يخرج بها الأخو يحيى يحيى كانت إسرائيل ترفض وطلاق صراحه تعتبر الشخص خطير أوقفت الصفقة لأن المفاوض كان المتحكم بالموضوع هو محمد محمد لديه خبرة مش جديد يعني والله راح يحيى وبتالي الآن واحد جديد أغر ممكن يعني يخدعوه أو يضحكو عليه أنت واحد أكثر صلابة ولديه تجربة حتى أكثر من تجربة يحيى خليني ضيف بس كلمة فقط أن الحركة بشكل عام أصلا تأسست في وضع شبيه بهذا الضغط وإن اختلف مستوى تم اغتيال أحمد ياسين تم اغتيال عبد العزيز الرانديسي في فترة قصيرة جدا يعني قيادات الحركة مؤسسي الحركة بالعكس ما وجدناه في حركة حماس أنه ازدادت قوة ونشاط أنا في تقديري الموضوع غير مرتبط بالقيادات على الأطلاق هو مرتبط أنه لم تترك أنا هذا ذا تقديري أنه إسرائيل خيارا لأهل غزة إلا أن تنتج فصائل من مثل هذا النوع لا تعد لديها إلا عملية المجابة مع إسرائيل حتى باللحم الحي ولكن طيب فيما أثرته بالنسبة للدول العربية هل يبدو بأن الدول العربية أيضا تنتظر ربما تغيير موازين القوة بعض الدول إسرائيل نفس الهدف بالقضاء على حماس هل الآن ربما تشعر باستشهاد السنوار أن الفرصة أصبحت مواتية وأن حماس تتألم ويجب الآن الوصول لوقف اطلاق النار شوف هو قبل أن أجبك لهذا السؤال المهم فما شايف في التاريخ نقروه في كل حركات المقاومة قتل القادة ما يضعفش الحركات لأنه قتل المقاومة يخلق حالة من التحدي جديدة أكثر ولذلك مثل ما قال أخي محمد حماس قتل المؤسسون ورغم ذلك استمرتوا بأكثر شراسة وقوة في كل حركات التحرير لو نرجع لكل حركات التحرير في العالم آخرها حسن نصر الله الشهيد الذي مات ورغم ذلك حزب الله استرجع قوته وهو يقاتل ويقاومه بقوة الآن معنى ذلك استشهاد السنوار لن يجعل حماس تتراجع بالعكس يخلق حالة من التحدي الحركة وعند المقاتلين ويجعل مطالبها تكون أكثر قوة وأكثر ثبات ما تعلق بالدول العربية أنا أعتقد أنه الاستمرار المقاومة في الداخل وتورط بعض الدول العربية فيما فيما ظننا أنه دعم لإسرائيل وشماته باستشهاد السنوار طبعا ردة الفعل العربية على مواقع التواصل كانت شديدة وكبيرة وقوية مما اضطر هذه الدولة إلى سحب التقارير التلتية يعني كان غير غير منطقي لا يمكن العقل أن يقبله في نفس اليوم اللي يستشهد فيه السنوار ينتج تقرير في قناة عربية تصفه بصانع الدمار منع الخراب منع الخراب والأرهاب شي فضيحة ولذلك ردة الفعل شوف ردة الفعل العربية الشارع العربي كانت كبيرة وأصبح الاتهام لهذه الدولة بشكل ليصف غير مسبوق مما اضطرها برغم ما تملك من قنوات وما تملك من قوة ومن ذباب إلكتروني اضطرها أن تسحب التقرير وتقول أنها ستعاقب المسؤولين عنه وإيقالات حتى في بعض القنوات معنى ذلك أنه لا نستهي كما ذكرت أنت بالرأي العام العربي بالشارع العربي الذي حتما سيتحرر سيتحرر من هذا صح التعبير الجمود الكبير ولكن أيضا الدول العربية سيصبح المشاركة في وقف إطلاق النار والدفع إليه مسألة حياة أو موت لأن الدول العربية الآن الدول العربية الآن تم أزمة تعيشها كلها يا أخي فلسطين هي المؤسس للجامعة العربي مؤسس بمعنى أنه هم يقولون كانت البوصلة القضية الفلسطينية صدقني غزة ستتحول لعنة على هذه القضية التي خذلت وتوارس ولذلك كما ذكرت جمال أنه موضوع وقفي إطلاق النار أنا أعتقد الآن الدول العربية حتى التي كانت مترددة ستدفع إليه وبيقول الذي أقوله بموضوع الاغتيال تبعت ردود الفئة الإسرائيلية والأمريكية دقق فيها في شعور بأنه نعم انتهت حتى الإسرائيليين حتى بعض الكتاب يعني قدر مستوى متدني حتى من الوعي أنه انتهى الأمر فلنذهب الآن لكذا الرئيس الأمريكي بيعتبر أنه خلصت القصة عطول هو مخلص عن بردن عطول بنفس اليوم في قدر من مستوى متدني في فهم السياسة تعرف مش قادريني ميزو مش قادريني ميزو شي اللي أنا بستغربه أنه بعد سنة من الحرب يفترض أنه العقلية الإسرائيلية التي لا كانت تفهم سابقا هذه الحركة أو حتى قطاع غزة والشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو ما يسمى بالغزيين أنه بعد سنة تصدر منهم هذه التقديرات اللي هي لا تعكس ذكاء سياسي أنا بستغرب فعلا بجيسو الأمور كيف بجيسو الأمور القاعدة وداعش احنا قتلنا البغدادي خلصات لكن في أغر مش قدريني ميزو خليني أكمل بس أستاذ جمال أو قتلنا شسمه أسامة بن لادن مش قدريني ميزو بين حركة وطنية بنت المجتمع لديها قضية أخلاقية نعم وتقاتل عنها وهي جزء من تربط جذورها في المجتمع وما بين واحد عامل تنظيم لا من اثنين من الإعراق اثنين من سوريا اثنين من سودان هذا هو الذي يؤلم كل من يتابع ما يجري في قطاع غزة وأعتقد بأن كل فصال المقاومة ربما ما يحركها للإسراع بوقف إطلاق نار هو وقف شلار الدم النازف من المدنيين طبعا هذا هو كما قال من الذي يعرق الوقف إطلاق نار يعني حتى السؤال حماس نشان تلاتي جاهزة ضحية نفسها تسأل هذا السؤال الآن بأنصاف بموضوعية من يعرق الوقف إطلاق نار إسرائيل رفضت مقترحها الذي صاغته تماما رفضت مقترحها وكلما تجد ليونه ونحن ما عم ندفع عن حركة حماس بس أنت الآن على طاولة المفاوضات لا بد أن نكون أحرجوها الوسطان في شهر أربعة انتبع التفاصيل هناك أنا في تقديري أنه إسرائيل بن يمين نتنياه وليس إسرائيل لأنه هو الموجه الأساسي لكل هذه الجوقة من المفاوضين الإسرائيلي هو لا يريد وقف إطلاق النار لأسباب عديدة هو قال هو يريد استسلام قبل ثلاثة أيام قال هؤلاء الذين لديهم الأسرى يخرجوا بحياتهم فقط يعني يعطيهم حياتهم هذه ليست نفس وضعه حتى صيغة الاستسلام صيغة فيها إيهانة حتى المجرمين لا يقبلون بهذا الشرط حتى المجرمون ويعني فقط من باب المقابلة لعرض نتنياهو فقط لا يقبلون بمثل فماذا عن مقاومة تعتبر أن لديها حقا لمقاومة احتلال أن يغتصبوا أرضها ويقتلوا أبنائها هو دائما قال طيب أنه الأمريكان مش قادرين يفهموا أنه في مشكلة وفي شعب تحقيق الاحتلال لا هم فمانين وعارفين أكرام أنا برأيهن المشكلة أنه مش حاكيين سياسي بهذا الموضوع طيب خلصنا حماس سيدي وطلعناها بكرة بالبصات الخضر مش هيك عمله في سوريا وبكرة طلعناها بالبصات الخضر وطلعناها من غزة وسلمنا الأسرة كويس طيب شو بدنا نعمل بالشعب الباقي اللي تحت دوله تحت الاحتلال يعني هيك كويس هذا وحل ممكن يقول سنناقل ضرورة التوصل لحل دبلوماسي بين إسرائيل وحزب الله وأن يعني في وقت لاحق ستتوجه اليوم إلى تل أبيب ودول أخرى ويعني هذا الوقت هو أصبح مناسب للتوصل لوقف إطلاق النار أمريكيا طيب ماذا فعلت أمريكا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار هل كانت هي أيضا مثل نتنياهو معرقل للتوصل لوقف إطلاق النار الولايات المتحدة كانت تشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار برئيس المخابرات جاء حضرة في القاهرة وحضرة في الدوحة وكانت تقول هذه في كل مرة تقول هذه آخر محاولة من أجل وقف إطلاق النار ورغم ذلك الإدارة الأمريكية مشكلتها الأساسية لا تريد أن تمارس ضغطا على إسرائيل لما قلت لكم أنها إدارة هي باستثناء ربما باقي مقتنعين مقتنعين نحن مقتنعين سلم الله بس لا أنا أعطيكم مثال في مؤتمر مدريد جيمس بيكر كان صاحب موقف يقال أن الإدارة الإسرائيلية كانت عندها اعتراضات على مؤتمر مدريد فجيمس بيكر قال لهم المؤتمر سينعقد وإذا احتجتوا أطلبوني هذا رقمي لا أكثر والأقل لا هذه أسوأ إدارة في تاريخ أمريكا بالمناسبة نعم أسوأ إدارة في تاريخ أمريكا هذه الإدارة الأمريكية لم تساهم بجدية في وقف إطلاق النار وانتماءها الصهيوني معلن وقالوا جئنا ونحن كيهود وصهاينا معنى ذلك لا يجب التعويل على الإدارة الأمريكية التعويل على المقاومة والمنتظر من الدول العربية في الموضوع هذه الزيارة لإعادة هندسة مخرج ما يناسب ويتناسب ويرضي من يمين نتنياهو وهذا العنوان وهذا أنا في اعتقاد مش حكوم مش وارد هذا أخر من ذلك أيضا على زيارة هوكشتاين كمان أمريكا بدو الساعة آه طبعا سنتابع في الساعة الثانية فعلا هذا ما ينطبق يعني التوصيف على زيارة المبعوث الأمريكي للبنان هكوكشتاين هذا سنناقشه على رأس الساعة فابقوا معنا